مستوى قياسي للتضخم في إيران بلغ نحو 67% وفق مركز الإحصاء الإيراني فيما سجلت الأسواق الإيرانية أرقاماً قياسية جديدة للدولار والذهب أسعار المواد الغذائية وفق مركز الإحصاء أصبحت أعلى بمرتين تقريباً خلال العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وكان البنك الدولي قد أعلن في نهاية أكتوبر الماضي أن إيران ثالث دولة لديها أعلى معدل لتضخم أسعار الغذاء في العالم بعد زمبابوي ولبنان وتظهر الإحصاءات أن سكان المناطق الريفية يتحملون أسعار أعلى من سكان المناطق الحضارية في هذا العام مع معدل تضخم يزيد عن 48% التضخم طال أيضاً السلع غير الغذائية والخدمية بنسبة أكثر من 37% خلال عام وذلك وفق ما أفاد مركز الإحصاء الإيراني ولأول مرة منذ أيام تجاوز سعر الدولار الأمريكي في السوق الحرة الإيرانية 43 ألف تومان وهنا حقق رقماً قياسياً جديداً في مجال تراجع العملة الوطنية الإيرانية وكان صندوق النقد الدولي قد تنبأ بأنه إذا استمر عجز الميزانية وانخفاض قيمة العملة الوطنية في الاقتصاد الإيراني فسيستمر التضخم على مدار العامين المقبلين ويتوقع الخبراء أن يتواصل تراجع العملة الإيرانية مع استمرار الاضطرابات وازدياد عزلة البلاد وسط الانتقادات الغربية لحملة القمع التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المحتجين ترجمة نانسي قنع